تتزاحم الأحداث وتتلاحق محليا وإقليميا ودوليا ويحتار كثيرون وتضرب الناس أخماسها بأسداسها وهي حيرة في لبنان البلد مشلول كل يوم يزداد شلل مأزوم وكل يوم يزداد تزداد أزماته اقتصاده مدمر وعدنا نحن بالانتخابات من الجميع انتخبونا عجلوا انتخبونا لأن الوضع الاقتصادي سيء انتخبناه اليوم كل إنسان في وعد هذا يحلم ان سوريا تأوى وعم يحاول يستثمر هذا الحلم هذا يحلم ان سوريا ينقلب حاضرها الى ماضي ويحاول ان ينتظر ان تنقلب الامور وكل إنسان يشكل تتشكل الوزارة لينتفع بها بعد اربع سنين بالانتخابات النيابية ثم الانتخابات الرئاسية ولهذا تعطل البلد الكل ينافر الكل والكل يعارك الكل وكل ما قلنا بانه لح تنحل كل ما الامور ازدادت هذه حتنعكس وين علينا جميعا حتنعكس ضرر على المواطن ودمار وخراب لمؤسسات الدولة وهذا المسؤول لا يبالي لا يفكر لا بي ولا بك ولا بأي إنسان آخر هو في عالم آخر أساسا المواطن بقاموس المسؤول والموظف في الدولة غير موجود أبدا غير موجود أحداث الأسبوع الفائد كشفت أن المواطن غير موجود نفس المسؤولين بالدولة بيان يصدر عن الدولة يقول بأنه الأمرأة التي قتلت لا ذنب لها يعني هي تواجدت في المكان وقتلت في نفس الوقت هم أنفسهم ينشرون عبر وسطا أنها قاتلة وصلني بطريقة لبقى منهم أنه في فيديو لهذه المرأة وهي تقتل عسكري إذا بالي إذا في فيديو ليش ما قالوا بالبيان الرسمي لكن هم يريدون إسكاة الناس لحتى تنطمر جريمة جريمة قتل بريئة أنا لا أتحدث عن قتل من عليهم إشارات أنا أتحدث عن قتل الأبرياء يقتل البريئ وتعرف الدولة أن البريئ هذا قتل بريئا وتريد أن تقتله وهو ميت بأن تنشر عنه أكاذيب باطلة ثم بعض الموظفين لا يستحي يطلع على التلفزيون بيتحدث أنا شفت موظف عم يحكي استغربت يا عمي هذا ما قصته كيف سيستطيع أن يواجه الناس وهو كذاب مسألة ولا يبالي أحدهم ولا يبالي ولا يعني له شيء في بعض الأولاد بعض يحتاج أن يرح يرضى عند أمه بعده ما في داعي يتعلم سوء التصرف وسوء الأخلاق وسوء الضمير إلى هذه الدرجة أنتوا بالدولة تعرفوا شو معنى أنه المواطن يشوفكم عم تكذبوا بهذه الطريقة الوقحة تقتلون وتكذبون ولا تبالون بدماء الأبرياء أنتوا عم تقولوا للمواطنين إذا بعد في مكان إذا بعد في مكان لتحترموا هذه المؤسسات ما في داعي تحترموها جريمة 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 الإفتراء والكذب بعد القتل هي أعظم من جريمة القتل يا إخواني الدولة هي قانون حينما حينما ابن الدولة يتحول إلى قاضي في الشارع هذا يقتل خارج القانون يعني مجرم قاتل عاد شغلة الدولة تأخذ الإنسان إلى المحكمة نعم إذا هي عم تنفذ القانون واضطرت الدافع عن نفسها أو يدافع عن نفسه ممكن يقتل في مكان ما تحت أنوان الدفاع عن النفس وإلا أنك أنت دولة تستطيع أن أنا شرطي أو أنا جندي أو أنا ضابط أو أخذت قرار بإعدام رجل في الشارع أنت مجرم مجرم بكل مقاييس الجريمة أنت ما لك تأخذ قرارات بالإعدام هذه محكمة تأخذ قرارات بالإعدام أنت كل اللي إليك حق فيه تدافع عن نفسك إذا المسؤولين من رئيس الجمهورية وأنا أخاطب رئيس الجمهورية هنا إذا ما رئيس الجمهورية وقف مع الحق مع العدالة ضد الظالم حتى ولو كان رئيس الجمهورية حتى ولو كان رئيس الوزارة حتى ولو كان رئيس المجلس النيابي حتى ولو كان قائد الجيش بيكون هو خان ميثاق وخان القسم وخان المبادئ أيضا كل مسؤول بالدولة حينما لا يقف مع العدالة بشكل صح هو خائم المواطن في لبنان خارج دائرة الاهتمام تماما يقتل الكل ضده حتى لو كان مظلوم كل الناس تعرف أنه مظلوم يجوع أيضا لا يبالي أحد به المهم يتنافسونهم الوضع في لبنان بالضبط شبيه بوضعنا في المنطقة بل هو صورة مصغرة عن وضعنا في المنطقة وضعنا كله هيك نحن أمة مستباحة مأخوذ قرار باستباحتنا وأنا بالمناسبة أتمنى على كل إنسان أن يفكر ماليا قبل أن يتمنى رفض أو قبول الفكرة يدرس جيدا الأمور لأن مصائر العباد بقرارات قراراتك مثلا خذ مثال قبل سبع سنين خرجت مظاهرات بسوريا اتطورت هذه المظاهرات إلى أعمال عنف لاحقا انقسم انقسمت الدول وانقسم الناس إلى أكثر من فريق فريق مع النظام بالإعلام وبالسياسة وبالعسكر وبالحرب وبالقتل فريق مع المعارضة وتحمس لحمل السلاح وأرسل سلاح إلى سوريا وجند مقاتلين وشكل ميليشيات وبدأت الحروب أعطيني انتباهك شوية في تلك الأيام جاءني بعض المعارضين من وجوه المعارضين في زيارة قلت لهم بدكن تفكروا منيح الموضوع في سوريا ليس كما ترون خذوا علم إذا كانت إيران عم بتفكر بقتل الشعب السوري بالنهار السعودية السعودية عم بتفكر بقتل الشعب السوري بالليل والنهار استغربوا بعض اليوم بعد سبع سنين وبعد دمار سوريا كاملا الإيراني الإيراني مع النظام هو السعودي مع مين أيضا مع النظام السعودي تخلى ومن الأول هو يخادع هو حتى هذا الظهر تخلى هو أعلن أنه ما عنده مشكلة مع النظام وهو منع من ينتمي إليه من التنظيمات السورية منعهم من الدفاع عن أنفسهم ومع النظام ليش ليش هؤلاء قراراتهم مو بإيدهم لا إيران ولا السعودية ولا باقي الدول العربية هؤلاء العوبة مهمة أنظمة تتوجه بيد الدول الكبرى أنتو شفتوا واسمعتوا بأنه اللقاء بين الأمريكان والروس اتفقوا على دعم النظام بسوريا وأنه هو يوصل للحدود الجنوبية مع فلسطين وبارك الإسرائيلي والدول العربية هذه الخطوة الضحية مين الضحية الشعب السوري بكل فئاته اليوم لو كانت هذه الصورة واضحة عندك قبل سبع سنين الموقف الإيراني كيف بده يدوب وما يبقى شيء اسمه دفاعا شيعة ولا دفاعا سيدة زينب ولا دفاع عن خط الممانعة ويتحول كل هذا الضجيج الإعلامي والشعارات واليافطات إلى كذبة وأن المسألة مسألة أنه في إسرائيل وفي دول كبرى وعندهم مشروع حققوا وبالطرف الآخر الشعب السوري اللي كان يظن أن ظهيره القوي المتحمس لدعمه هو بعض الدول العربية وعلى رأسها السعودية تبين هؤلاء كذبة وهؤلاء عام يخدموا أجاندة أمريكانية وقت اللي وصلت لأمور واستود وإذا بهم كلهم صاروا بخدمة النظام لو كانوا عرفانين هذه الفكرة منذ ذاك الزمان بالتأكيد كانوا غيروا وبدلوا ومسلكوا نفس الطرق ولا شربوا من نفس الكاس عم بضرب هذا المثل حتى يستيقظ كل واحد مننا انتبه لا تغفل تبه لا تغفل نفس الأمر بإيطاليا اليوم نفس القضية اتدمرت إيطاليا واتدمر الشعب الإيطالي عفوا في ليبيا اتدمر الشعب الليبي واتدمرت ليبيا والغرب هو اللي عم يستثمر في اليمن هلأ مش عم نتقاتل ومذابح وقصف أنتم سترون الذين يقفون مع السعودية ويصفقون سيندمون والذين يقفون مع إيران ويصفقون سيندمون لكن بعد شو؟ بعد دمار اليمن بعد قتل من قتل بعد هلاك البشر في كل هذا في كل هذا الدمار في العالم الإسلامي الدمار على رؤوس أطفالنا ونسائنا وأهلنا ما إلي حق أنا اتبن قرار واتسرع هذا عمري مش بس عمري هذه أمتي ليست فقط أمتي هذا ديني يجب أن أتروه اتأكد اتأكد أنا على أي طريق ولوين رايح ببساطة هكذا نحن ننقاد لبعض السفلة لبعض الكذابين لبعض المجرمين لبعض الخونة ونذبح أمتنا انسياقا مع هذا وذاك تحت هذا الشعار أو ذاك الشعار يجب أن نفكر أكثر من هيك اليوم إذا أنت مسكت الخريطة في العالم خريطة في العالم بيطلع معك صورة جدا مرعبة جدا مرعبة الأنظمة في العالم العربي والإسلامي هي مجرد أدوات قتل في خدمة الدول الكبرى أدوات قتل يعني وين ما بتروح وين ما بتروح النظام يفتك بأهله بشعبه خاصة اليوم في سنفونية إرهاب وفي سنفونية تطرف يفتك يفتك بأهله ما شغلة الأنظمة في بلادنا إلا تدمير الشعوب ونهب ثرواتها وهلاكها ما في إلا هيك أعطيني إذنك لنفهم الأمور هذا القتل هذا القتل تحت شو تحت عنوان الضجيج والطبلة والزمرة الدولية الغرب يقول في إرهاب حكامنا بيرفعوا راية الإرهاب ويقتلون الناس في تطرف كذلك ونحن جميعا نساق كالخراف إلى مصلخ الدول الكبرى أمة دمر خدمة للإسرائيلي كل ما يجري في المنطقة المستفيد فيه هو الغرب وإسرائيل كل المستفيد والذي يدعي الانتصارات هو سيف إن كان يفهم وإلا أحمق من عليها واصل الأمر لمكان إنه نحن يعني الغرب شايف عم يذبحنا يذبحنا بكل بكل الوسائل آلاف القتلى يوميا عشرات آلاف القتلى يوميا في العالم الإسلامي الأمة تنزف شلال من الدم لا ينقطع شلال من الدم لا ينقطع من أقصاها إلى أقصاها بحجج وبدون حجج على يد أعدائها من الخارج وعلى يد أدعياء السلطان من الداخل كلهم لك حتى حتى شغلات بسيطة وكأن هناك برمجة لحرب ضروس على كل صعيب بالصين تحت عنوان بدون أرض للزراعة فيه كم مسلم بالصين قديش عدد المسلمين بسيط يسير الدولة الصينية تحت عنوان وحجج واهية راحت تنبش قبور المسلمين وتحرق جثفهم قابل قابل واحد ميت يا عمي نحن عندنا بالشرع يجب دفن الميت يجب شرع كل الناس تتحدث عن احترام الأديان واحترام العادات واحترام العضارات واحترام حينما يصل الأمر إلى الإسلام يخرس الجميع ويتحول لا هذا عمل ضروري عمل ضروري إن كان بحجاب المرأة إن كان بصلاة المصل إن كان بالمسجد هذا عمل مقصوء يعني فيه وكأنه تواطئ دولي على محاربة هذه الأمة ربع البشرية تتعرض ربع البشرية اليوم يتعرض لعدوان ظالم ثم يقال لك الإسلام هو عم يتعدى على الشعوب الإسلام هو متطرف الإسلام يا أخي إذا نحن قسنا كم في مسلم تعدى وقتل من غير المسلمين بنهار واحد عملوا بشهر أو بسنة أو بيوم خل نجمع كم فيه مسلم ظلم وقتل غير مسلم عشرة خمستاش عشرين بنفس النهار عد كم فيه مسلم قتل مباشرة بالسلاح الغربي مباشرة أو بغير مباشرة بواسطة الأوامر أو مباشرة كل يوم عشرات الألوف وبلادنا عم تنهار واتدمرنا ثم تسمع الصرخة في العالم الإسلام ظالم لا نحن المظلومين نحن المقتولين نحن المظلومين نحن المقتولين عين علينا حكام خطفوا البلاد نحن مخطفين في لبنان مخطفين في سوريا مخطفين في العراق مخطفين في مصر مخطفين في السعودية مخطفين كلنا مخطفين ممنوع ممنوع أن يكون لنا رأي ممنوع أن يكون لنا إرادة ممنوع أن يقول صح وغلط ممنوع يجب أن يكون الحاكم هو مجرد جرثومة فساد بيد الأنظمة الغربية وإذا إذا استطاع شعب ما في طريقة ما أن يوصل إنسان فيه خير سرعان ما يسرع الغرب لقتله أو سجنه أو طرده والمجيء بشرير بمصر قبل فترة وجيزة هيك صار بتركية حاولوا بس فشلوا لأن الشعب كان أوعق نتمنى كل شعوبنا تصير مثل الشعب التركي نحن وقتل منجيب حاكم مثل الحاكم التركي حريص على أهله نرتاح مشكلتنا أن ننطهر منطقتنا من هؤلاء الفاسدين نحاول نفهم وننفهم قلت أنا ضربت مثل أنه في بداية حديثي أنه لو أن السوريين كانوا يعرفون ما يخطت له وقرأوا عما سيجري لاحقا مثل ما يجري اليوم كثير منهم كان ما تبنى النهج اللي صار عليه نحن علينا نفهم حتى نعيد النظر كل إنسان منا يعيد النظر بفهمه للأمور وعيد النظر بقراراته وبنهجه اللي بده يمشي عليه هذا أمر كتير مهم ما بجزلي أنا أمشي كالأحمق وراء واحد ما بعرف لوين موديني يجب أن أفهم أن أعي أن أدرك أن أقول لا وإيه الأمم كلها تتكالب على الإسلام هناك حمل ضروص بكل أنواع الأسلحة وبكل الوسائل المتاحة وأهم هذه الوسائل المتاحة قذارة هي الأنظمة الحاكمة في بلادنا أنا لا أقول بأن النظام السوري سيبقى أنا أعتقد أظن أظن بظنا عاليا أن روسيا وأمريكا متفقين أن النظام السوري يجب استخدامه حتى يصلوا إلى مكان ما بدون يشيله ويجيب وجه سني يؤدي يؤدي نفس الدور بس حتى يقولوا للشعب السوري هذا منكم بالتأكيد يعني أنا مطمئن لهذا لأنه فيلم ما بيكفي هذا الفيلم بواسطة هذا الرئيس اللي غمس داي للأعماق بأرواح السوريين ما بأعتقد أبدا أنه يبقى لأنه هذا فتح جرح بسوريا لا لا أظن أنه سيندمل بوجود السلطة هذه لكن نحن خلنأسس لمستقبل خلنأخذ من التجربة التركية مثال وتسعى كل شعوبنا أن تقتدي بالمثال التركي تسعى كل شعوبنا أن تقتدي بالمثال التركي لو أن شعب المصري وقف مع دولته المنتخبة منه في أيام مرسي ما كان استولى هذا اللص على مصر وجعله في خدمة الغرب والشرق هذه حقائق في لبنان ما بيجوز يخدعوني أنت منك شيعي ادعمنا أنت منك سني ادعمه أنت منك مسيحي ادعم لا 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 نحن بدنا عدالي بدنا أوادن بدنا كرام ليك كلهم متكاتفين متعاونين على أن يدمروا البلد وعم يتدمر إذن على كل إنسان مننا أن يفكر جيدا يمعن النظر جيدا ثم ياخذ قرار بعد الحرب العالمية الأولى انقسمنا هون بسوريا وبلبنان وكذا إلى فريقين فريق مع العربية مع الدولة العربية مع فايصل وفريق وفريق مع الفرنسيين الاعتبارات لا لا أحب أن أذكرها العروبيين والإسلاميين والأحلام اعتبروا أنه هذا حاكم من مكة جاي فيصل يحكمنا نحن معه الآخرون اللي بدهن الحضارة الغربية تمسكوا بفرنسا وفوتنا ببعضنا وتقاتلنا عن غير وعي عن غير وعي لاحقا تبين فايصل إنجليزي يعني أنت بخدمة الإنجليز والآخرون فرنسا يعني بخدمة الفرنسا ويعني نحن ما حدا عم يفكر فينا ونحن بس عم نموت في خدمة الآخرين نحن بسوريا معارضة وموالات تقاتلوا دمروا سوريا لخدمة إسرائيل لخدمة روسيا لخدمة أمريكا يا إخواني في حدا اليوم ما أدرك هذه الحقيقة في حدا اليوم مش واضحة عنده هاي إنه نحن دمرنا حالنا قتلنا بلادنا دمرناها لخدمة الآخرين صاينة والأمركان والروس في اليمن نفس الشي في كل مكان نفس الشي أولا يجب يجب أن نضع الأنظمة الحاكمة التي شاركت بدمارنا تحت يافطة المتهمين الذين لا يسمع منهم ولا يطاعوا ثم نحاول أن نتكاتف لبناء أمتنا في مواجهة مشروع غرب كبير لدمار هذه الأمة نسأل الله لنا ولكم التوفيق والعون والسداد والوحدة والناصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر